رسميا توقيع العقد مع تيتا ومحمد عثمان يفسخ عقده مع سبارتا روتردام الهولندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم بشيخ باركم إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم عليكم من قناة على اليوتيوب بقناة هاي أنزل المحتوى رياضي سوري إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تضغطني لايك الفيديو سبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو بحسب صفحة الاتحاد السوري تم اليوم توقيع العقد بشكل رسمي مع تيتا لمدة 6 أشهر ممشان شي مشان ما تروح مصارين عدم الله وكيلك صارنا نشيل تنكات جبن سنة ونص لدبرنا عليك راتبك لا تأكلوا الهم ما أنا أعتبرك مثل أولادي وأنت جميل ووسيم ليش ليش أبوتيت أنا جميل ووسيم لأنك تلعب بالقدم الروح للخبر الثاني فبحسب صفحة نادي سبارتا روتردام الهولندي الرسمية الذي يلعب لديهم محمد عثمان فقد نشروا قبل قليل وأعلنوا فيه عن ترك العثمان لنادي سبارتا روتردام الهولندي وبحسب صحف هولندية أن العثمان هو من طلب ترك النادي وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هناك عروض تم تقديمها لمحمد عثمان يراها أفضل من نادي سبارتا روتردام الهولندي نتمنى التوفيق لللاعب محمد عثمان بقادم الأيام ونتمنى ينتقل لنادي أفضل من نادي سبارتا روتردام وهذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا انبسطوا أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته